اشتركوا في القناة 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 قمت بواجبكم واحنا في المجلس نتكلم في الموضوع ولما قبنا بواجبنا والدخلية تستجيب للضغط طب قامت بواجبها ولا ايه والناس كمان تعمل واجبها انها تفرح بكل اللي حصل ده صح كده بص يا احمد انت عارف ان انت اخوية ومصلحتك تهمني انا عارف ان كل المحطات هتتكلم بكرة في الموضوع ده وبصراحة كده متزعلش مني يبشركك واي شاوي لما انت بقى انت الوحيد اللي بتطرمخ وبالذات ان احنا عارفين اللي فيه كده كده الزابط ده يدبح زي خروف العيد ايش حبي طبعا انت اكتر واحد مبسوط باللي بيحصل ده ضربه ومعلم في جتتك ربنا خليك لينه يا باشا طبعا مبسوط بس اللي بصب قال لي بجد يوم ما نشوفه مشرف في السجن لابس اللي أزرق يا ساتف هيحصل متلقش هيحصل بس في حاجة واحدة نمش فاهمها ساعدتك حاجة واحدة بس ومنين انت بتفهم اي حاجة سامير ايه يا الحاجة منين ساعدتك في البداية كنت ما نعني عنه منين لما اخزت دلوقتي بتخفر له بقلبي كده شو يحلك ولو انك حمار ومش تفهم حاجة سامير انا رأس مالي كله في اسمي اي شوشارة على الاسم ده تهد اللي انا بابنه بالي سنين يا راجل ده جا بصيرت كتير من يوم مضاربك احسن حاجة تعملها عشان تهد الكلام ده ايه انك تهد في اللي قاله ساعتا الكلام ده كله ما بقش له ايه يعني واحد مرتشي وقتال قتلة لما اتكلم عني انا حده يسمع لك لأ طيب تهمت بقى انا بعمل كده ليه طيب وساعدتك ما عملتش كده من الاول ليه عشان مش حمار زيك ساعتا كان يباش كلام مفضوح رد فعل اللي هو بيقوله انما دلوقتي حاجة وقت في حجرنا جات لنا من السماء نسيبها احنا موضوع ولا يخصينا ولا نينة فيه احنا بنعبر عن نض الشارع عن الناس اللي انتخبتنا عشان نكون لسانهم فهمت؟ دول انهم بيغشنوا بعض كلهم بيكلموا على سليم وكاتبين نفس الكلام ربنا اكبر من كل يا بنتي اوي يا موما بس هم اكده بيحكموه حتى من قبل ما الحقيقة تظهر ربنا يستربعهم مياخدوش بكلامهم بكرة في اليوم ما اقولها يا سلمة يعني النيابة هتاخد بكلام الجرائز ابنتي أنا عارفة بقى دا كله غير فيس بوك وتوتر كله بيفتي وخلاص كلهم بيتكلموا على سليم كأنهم شفووا بعنيهم بكرا ان شاء الله لما الحقيقة تبان كل دة مش هيبقى له ايه إنتي مش بتقولي المحامي طمينكو؟ آه بيقولي ربنا يعطينا منح على خير أخبر خطيبك إيه؟ معقولة يختفي في الظروف اللي احنا فيها قديم لا هو بس عامده شغل كتير يعني في البنك الفترة دي فبيبضلهم صهرين حدا بالليل طب حتى يسأل علينا بالتليفون فردي محتاجين حاجة ما هو بيكلمني بيكلمني على طول وبيعود تطمن علي وكده أنا بس اللي مش عايزة طعبني بعدين انتي عارفة يوسف يعني ولا بيحلي ولا بيربط وبيغرق في شبر ما يفوق ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا سليم يا ابني وما يحوجناش لحد غيرك أبدا على فكرة سيد تلوه أنا روحت عشان اسمعه عشان ادي له فرصة يدفع عن نفسه وأحس اني ضميه مرتاح واني ما ظلمتوش لكن هو الجانع على نفسه أنا آسف سيد تلوه أنا عارف ان الحكايات دي بتقلب عليك المواجه لكن انت عارف كمان أنا محملش أي حاجة في حياتي غير ما بخضرهاية كفية وعيزة أقول لك الأحاية كمان حسدت اللي هو طول ما أنا في مكاني ده مش هسمع لأي حد في الدنيا كي حصل لله حصلك أنا آسف جدا على بيحصل له سليم يا بس انت عارف صلاح بيت تخي ده نامكي طالما قلنا إنه هيبعت حد وبأكيد هتلاقي أي حد من عنده ناطيط لنا في أي وقت معلش أنا هتربس عليك الباب من بره بالقفل بس العسكرية هبوايب بره طول الليلة أنا هنبح ليه ما هيتحركش لو أحتاجت أي حاجة بغادي عليها يا باشا بإذن الله بكرة هتتعرض على النيابة إن شاء الله هتاخد إخلاق سبيل أمدا بس بارة موسيقى 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 مفيش عليها اي دليل ده غير يا فندم ان احنا كده هيبه شكلنا وحش قوي قدام الرأي العام قدام النيابة خصوصا ان احنا مقدمين محضر في صفه وانا عارف ان المحضر ده مش هيساعده قوي يعني في النيابة ولان النيابة مش هتعترف بالمحضر ده لانه لا يعبر الا عن صفة صاحبه عندك حق طبعا انا قول تقدم لساعدك المحضر الاول قبل ما ودي رسمي للنيابة ماشي انا موفق شكرا يا فندم بعد ايضا ساعدتك بفضل يعني انت بدل ما تيجي تشوفنا اذا كنا محتاجين حاجة قاعد قدام التلفزيون تتفرج على سليم هو بيتشتم ظلم يعني ايه مش قادر تشوفني في الحالة دي يا ابني حس على دمك شوية انت خطيبين شوية وهتبقى جوزي اللي انا بتسند عليه يعني هتيجي بكرا النيابة ولا لا انا عارفة ان كله تساهير ربنا بس انا دلوقتي باسألة هتيجي بكرا النيابة ولا لا مش عارف خلص اوكي يوسف متشكرة جدا لحد امتى لحد امتى حيفضل الظلم وقاهر وسلب الحياة حتى هو مصير اي حد يفتح بقه ويتكلم ويزع على البشا الزابط زياد مغلطش يا معالي وزير الداخلية وما كانش مجرم ولا بلطجي عشان يروح من هنا في عيز شبابه على ايد زابط معقد ومكالكع نفسيا بيطلع عقده على خلق الله زياد كان مصري زينا كلنا وما حدش فينا حيسكت ابدا اللي عمله فيه واحد من رجالتك يا سياد الوزير احنا بنقولش ان جهاز الشرطة كله مدان بالعكس جهاز الشرطة فيه رجال شرفاء زباط شايفين شغلهم على اكمل وجه لكن انت وعدتونا وورته هنتهر نفسنا بنفسنا وطلبتم مننا ان احنا نساعدكو واحنا اوه بنحاول نساعدكو بنشاورلكو على موطن المرض يا سياد الوزير عندك وسط رجالتك زابط فاسد اسم مسليم الانصاري بيتعامل مع مصر كلها على انها عزبت ابوه ومش همه اي حد يا طرى بقى هتوفق وعدوكم معنا مسلم فهموا على ايه قط الزفت لا شوية استنونا بعد الفاصل نازم نازم مع صحابي طاحت في الشرطة ليه؟ ملكش بيت لامك؟ موركش مذكرة؟ معندكش مدرسة تنملها بدري عشان تسحك التاتك فايقة؟ خلصت مذاكرتك خلاص؟ خش ياد اتخيمت جوه ياد اعمل اي حاجة مهمة مفيش نزول هتوقف مع ايال السيعة على النواصي؟ خش ياد جوه ياد ايه يا اسطر؟ مابن راح على الوات شوية ياخوي ملك حطه في دماغك كده ليه؟ في ايه ايه؟ بربيه؟ عاد بك انه ينزل يوقف على الهل السيعة؟ هالنواصي تاخت؟ لا يا اخوي طب اقول لك ايه؟ والنبي يا حودة ما تنساش بكرة ما عاد ياسين في المستشفى عشان نقل الدم يا اخوي والنبي ما تنسى يا حودة لا حولوا لقوة اللي بلادي لا مش ناسي لا حولوا لقوة اللي بلادي عاليس يفتده شوية موسيقى ايه يا انا حاج لك يا جحش وليه؟ قطع لسانيا حاج دللي عندك يزيد ما يقلش بس أنا المؤهزة عملت اللي عليها وزيادة حبتين ولحد دلوقتي اللي خطها بيد ولا سمت وتتلمى يا زناتي فيه يعني أنت تبتكر عمك الحج هيكل حقك ولا إيه ما أكيد برضو يا حليلك بقق لا يا حمام بيت يا حليلي بقق دي لما كون جايبنا تكتر أستاذ في السنواء العامة لكن اللولة اللي أنا عملته كان سيدي أستاذه راح في حديد إحنا عارفين يا زناتي أن أنت عملت كتير وعمك الحج برضو وصيد مني أقدر ما أنا عارف يا متر بس أنتو برضو قدروني أنا في رقابة دم يا ناس ويعلم ربنا يا حاسبني إزاي طب عليها الطلاق من بيتي اللولة غلاوة سيلي أستاذ ما كنت عملت كده أبدا بس أنتو ما تعرفوش غلاوة عندي عملة إزاي هاتم الأخرة زناتي عايزي لليون جيني هم؟ هههه ههه بس نستنى البكرة اللي غيرت منشوف إلا يحصل في النيابة اتفعنا اتفعنا استغفرك واتوب مريد يا رب استغفرك واتوب مريد يا رب لا أتعصرك دريهم أنا بدأت ألي على سليم معي سامة المحلم عمرودي أكيد بيحاول يعني يتصر إن شاء الله بإذن انه يربح معنا لا حول لقات الا بالله العليل العظيم لا حول لقات الا بالله العليل العظيم من رجل الزلم ايش بستكفي بالتالي؟ فمان مش عايزنا دفع عن نفسي حاسبي الله هو اللي اعمل وكيدي حاسبي الله هو اللي اعمل وكيدي خايف يا إبراهيم لا اعمل حاجة في بيت من التميت متخفيش متخفيش يا ساميحة انا هتصرف هتتصرف ازاي يا أخويا بس في الشدة اللي انت فيها دي متخفيش يا ساميحة كلها شوية وادخل لوكي النيابة بس لما يخلص اللي عنده وساعتها رب انا احلها من عنده ان شاء الله يا رب يا متر مفيش داعة داية عوقتي وقت اكتر من كده انا سابق تتكلم من بدري بس انت بصراحة يعني معطني الدون اي معنى تقريب طب الشرعي وتقريب معمل الجنائي كلهم اتفقين على حاجة واحدة والبي مش قادر يزبط ولا كلمة من اللي بيقولها كل ده فاربع تيام طب الشرعي ومعمل جنائي وتحريات ده ايه السرعة دي كلها ايه مش عاجبك الناس شايفة شغلها ميرضي الله ولا ايه موكلي يقصد ان سرعة الاجراءات بالشكل ده بتتماشى مع فرضية الكيدية والتربص اللي احنا بنقولها لساعتك ممم الكلام ده بقى تقوله في المحكمة متر ولا انا اشك ان فيه محكمة ممكن تاخد بالكلام ده الموضوع واضح زي الشمس اكتب يا ابني يعاد المتهم الى محبسه وترفع اورايا القضية المرفق بها ادلة السبوت الى معالي المحام العام للبت في تحويل المتهم الى محكمة الجنايات اشتركوا في القناة